ما بعرف ايش اسملكم وصفة اليوم ولكن رح احكيلها اقراص الملفوف او عجة الملفوف رح نعملها بطريقة جدا لذيذة ممكن تكون جديدة عليكم هالوصفة ولكن نكيتها كتير كتير طيبة قبل لا نبلش الفيديو حطوا لي لايك واشتركوا معي ويلا نبلش الوصفة بالبداية رح نحتاج لنص كيلو من الملفوف اي نوعية متوفرة عندكم او فيكم تستعملوا نص راس اطعتوا بشكل مكعبات صغيرة لوسط وحطتهم بوعاء كبير وغمرتهم بالمية المغلية رح نتركهم لمدة 15 دقيقة او لحد ما يصير عندنا الملفوف شوي طري وهلأ رح نحتاج لحبتان بيض كوب ونص من الحليب السائل ورح نخفقهم كتير كتير منيح يدويا بعدها رح نحتاج لكوب ونص من المية الدافية ونحط عليهم كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود فيكم تخففوا الكمية معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر وبعدها نحرك كتير كتير منيح وهلأ منحط لهم 3 كوب من لطحين متعدد للاستعمالات وبعدها منحركهم كتير كتير منيح ونتركهم مكان دافي لمدة 30 دقيقة القوام تبعه هيك لازم يكون لا كوة جامدة كتير ولا هو خفيفة كتير مجرد ما حطيتوا المقادير بالضبط رح تطلع معكم النتيجة رائعة وهلأ رح نحتاج له نبرش حبة من البصلة وحبة من البطاطا وحبة من الجزار ويفضل انه احنا نبرشهم على البراشة الخشتة وهلأ رح اخدهم ورح اخد كمان الملفوف بعد ما صفيته من المي واحط كل هاي المكونات فوق خليط البيض بعدين رح استمر بالتحريك بهالشكل على الخفيف ما بياخد وقت كتير لمدة دقيقتين لحد ما تتجانس كل المكونات مع بعض وهلأ رح نحتاج لقلاية كبيرة على الغاز ونحط فيها شوية من الزيت النباتي ورح نحط معلى قلم معلى او نص من هاي الخلطة جوه الزيت حرارته وسط وبعدين بس نوزحها بشكل صحيح منعلي الغاز على اعلى حرارة وبعدين لما بتاخد اللون الدهبي من تحت منقلبها لتاخد اللون الدهبي من الخلف واذا حابين توكلوها بطريقة صحية فيكم تفردوها بصينية مدهونة بالزيت وتحطوها بالفران على حرارة 180 من تحت وفوق مع بعض لحد ما تستوي كمان هالوصفة هاي كتير رائعة انكم حتى توكلوها وهي باردة كتير بتشاهي وبنصحكم تجربوها طعمها اكتر 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 من شهي قد ما اوصف لكم طعمها ما رح تصدقوني غير لحتى تجربوها اذا عجبكم هالفيديو ولو شوي حطوا لي لايك واشتركوا معي كمان لا تنسوا تفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم كل اشي انا بنزله شكرا لكم للمتابعة والسلام شكرا لكم